بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ريابيات سنة الخامسة ابتداء رقم عشر حيث سوف نقوم بإنجاز هذه المسألة التي عنوان النصها يقول بمناسبة عيد الشجرة قامت مصلحة الغابات بغرس 230 شجيرة كرز وكرز و430 شجيرة لوز و540 شجيرة مناء الزيتون قال أحسب العدد الإجمالي لشجيرات المغروسة قال بعد غرس الغرس قام العمال بسقين مغروسات حيث استفادت كل شجيرة من الشجيرات هذه وهي شجيرات الكرز وشجيرات اللوز وشجيرات الزيتون استفادت كل واحدة منهم بـ 23.5 لتر من الماء قال أحسب كمية الماء المستعملة في عملية السقي بعد عام من العملية لاحظوا أن 23 شجيرة من شجيرات الكرز قد تضررت ويبست قال أحسب عدد شجيرات الكرز غير المتضررة مع التنبيه أبنائي هنا إجراء العمليات العمودية شيء إجباري إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق هنا أبنائي قال قلنا بمناسبة عيد الشجرة قامت مصلحة الغربات بغرس 230 شجيرة كرز و430 شجيرة لوز و500 شجيرة زيتون إذن نكتب هنا قال أحسب العدد الإجمالي لشجيرات المغروسة إذن هنا نكتب هنا أبنائي الحل ونقوم بالفصل ما بينهما ما في الحل هنا ما بين الأجوبة والعمليات العمودية إذن نكتب هنا الأجوبة من هذه الجهة وهنا نكتب جهة العمليات العمودية نكتب هنا عنوان أبنائي اللي هي حساب هكذا حتى تكون أعمالنا جد منظمة حساب العدد الإجمالي لمن؟ لأشجيرات ما هي الشجيرة المغروسة لاحظوا جيدا أبنائي النقطة إذن كيف نقوم بهذا الأمر؟ أكيد سوف نجمع ما بين 230 و 430 و 540 فنكتب هكذا فقط 230 زائد 430 زائد 540 تساوي لكن علينا أبنائي أن نقوم بهذه العملية عمودية فنكتب 230 زائد 430 ثم عندنا زائد 500 و 440 ودائما يا أبنائي علينا أن نحترم الأحد فوق الأحد والعشرات فوق العشرات والمئات فوق المئات والأجزاء فوق الأجزاء لاحظوا عندنا صفر زائد صفر زائد صفر إنها تعطي لنا صفر ثم عندنا ثلاثة زائد ثلاثة ستة ستة زائد أربعة عشر فنكتب هنا الصفر ونحتفظ هنا بواحد ونقول واحد زائد اثنان ثلاثة ثلاثة زائد أربعة سبعة سبعة زائد خمسة إثن عشر نكتب هنا إث أفوا نكتب قلت إثن عشر إذن كم هو عدد هذه الشجيرات؟ إذن هو ألف ومئتان شجيرة إذن نكتب هنا عنوان هكذا ألف ومئتان ماذا؟ شجيرة إذن نكتب هنا شجيرة لاحظوا جيدا أبنائي ثم نكتب عنوان الإجابة العدد الإجمالي هكذا العدد الإجمالي للشجيرات للشجيرات المغروسة هو ماذا أبنائي؟ هو ألف ومئتان شجيرة هكذا أبنائي يكون تكون الإجابة صحيحة ومنظمة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي الآن إلى الجزء الآخر قال بعد الغرس قام العمال بسقي هذه المغروسات ما هي المغروسات أبنائي؟ المغروسات التي تحصلنا عليها هي مئة ألف ومئتان ماذا؟ شجيرة هذه هي المغروسات التي تحصلنا عليها قال حيث استفادت كل شجرة من هذه الشجرات وهي ألف ومئتان شجيرة بماذا؟ بثلاثة وعشرون فاصل خمسة لتر من الماء يعني قد استقاموا بسقي عليها استفادت منها قال أحسب كمية الماء المستعملة في عملية السقي إذن نكتب هنا أبنائي عنوان حساب كمية الماء المستعملة لاحظوا جيدا قلنا المستعملة في عملية التي نسميها عملية السقية لاحظوا جيدا أبنائي هنا يمكن كذلك أن نقوم بالتقسيم هكذا عندنا جهة الأجوبة وجهة العملية إذن نكتب إذن عندنا كم أولا عندنا من شجيرة ها هي أمامكم عندنا ألف ومئتان شجيرة نضربها أبنائي لأن كل شجيرة واحدة لا تشرب هذه أو تستغل هذه القيمة من الماء إذن وتخيلوا إذا كانت واحدة تستغل هذا لو كانت إثنان كم تستغل؟ تستغل يعني نضربها في هذا إذن إذا كانت بما أن ألف ومئتان ألف ومئتان ألف ومئتان فكذلك هي كذلك تضرب في ماذا؟ في ثلاثة وعشرون فاصل خمسة وتساوي نأتي الآن هنا لإنجاز هذه العملية عملية عمودية لكن ننتبه جيدا أبنائي فيما يخص هذه العمليات نقول ألف ومئتان في ماذا؟ في ثلاثة وعشرون فاصل خمسة وعلينا أن نحترم الأحد فوق الأحد والأجزاء فوق الأجزاء يا أبنائي هذا الأجزاء من عشر إذن ثم نضع هكذا ونضع التساوي وننطلق نقول سفر في خمسة إنه سفر إذن خمسة في سفر هذا هو السفر الثاني إنه سفر خمسة في إثنان كم؟ إنها عشر نكتب السفر ونحتفظ بواحد نحتفظ قلت بواحد أعفوا قلت نحتفظ بواحد ثم خمسة في واحد كم؟ لاحظوا جيدا خمسة في واحد خمسة والواحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا يا أبنائي ستة ثم نضع هنا نقطة ونعود ثلاثة في سفر ثلاثة في سفر مرة أخرى ثلاثة في إثنان ستة ثم عندنا خمسة ثلاثة في واحد كم؟ ثلاثة ثم نعيد نقطة أخرى إثنان في سفر سفر إثنان مرة أخرى في سفر سفر لأن السفر عنصر ماس إثنان في إثنان أربعة ثم 2 في 1 إنها 2 ثم نأتي هكذا أبنائي ونضع زائد ومرة أخرى زائد ونقول 0 زائد لا شيء إنه صفر ثم 0 زائد 0 زائد لا شيء يبقى لنا دائما صفر ثم 0 زائد 0 زائد 0 إنه صفر ثم لاحظوا جيدا أبنائي 6 زائد 6 12 ونضف لها الصفر تبقى لنا 12 نكتب الاثنان ونحتفظ هنا بواحد 1 زائد 3 4 زائد 4 إنها 8 ثم 2 زائد لا شيء إنه الاثنان لاحظوا جيدا هنا القيمة كم لكن هل هذه القيمة الحقيقية لا يا أبنائي عندنا عدد قبل الفاصلة ها هو إذن وراء الفاصلة انظروا هنا وراء الفاصلة ها هو إذن كم تصبح لنا العدد يصبح لنا هو 28200 إذن 28200 ماذا يا أبنائي اللتر إذن ثم نكتب هذه الكتابة الجملة اللغوية كمية الماء المستعملة في عملية السقية هي ونكتبها هنا أبنائي ولا ننسى الوحدة 28200 لتر لأن وحدة هذه السوائل قلنا هي اللتر فقط يا أبنائي لها وحدة قياس الماء نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر لاحظوا ماذا قال بعد عامي من العملية من العملية اللي هي هذه العملية الغرس لاحظوا أن 23 شجيرة من شجيرات الكرز قد تضررت ويبست ونحن نملك وعطيت لنا في نص التمرين 230 شجيرة كرز قال وحسب عدد شجيرات الكرز غير المتضررة أو المتبقية التي لم تموت أو لم تيبس إذن نكتب هنا أولا عنوان حساب عدد شجيرات شجيرات ماذا أبنائي شجيرات الكرز الكرز غير المتضررة لاحظوا جيدا قلنا متضررة إذن هنا يمكن كذلك أن نقوم بعملية قسم هذه جزء للأجوبة وجزء الآخر للعمليات العمودية إذن لاحظوا جيدا هنا أبنائي أولا عندنا كم من شجرة الكرز التي غرست في الأول ها هي أمامكم وقد ذكرت يا أبنائي في نص التمرين في الأول يقول أحدكم أين هي ها هي بغرس غابات 230 شجيرة من شجيرات الكرز إذن فنأتي الآن إلى هنا ونقول ماذا 230 وننقس لها هذه التي تضررت لها 23 ونجعل تساوي هنا نجل عملية عمودية هي 230 ناقص ماذا أبناء ناقص 23 ونضع هكذا حيث الأحد تحت الأحد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات سفر ناقص ثلاثة لا يمكن هذا إذن نستلف عشرة فنقول عشرة عشرة نستلفها من هذا الجزء إذن نقول عشرة ناقص ثلاثة كم؟ إنها سبعة ثم نعيد هذه التي استلفناها إلى مكانها إلى هنا يعني ننزلها في هذا المكان تصبح لنا ثلاثة ناقص ثلاثة كم يا أبناء؟ إنه إثنان إذن كم تحصلنا؟ تحصلنا على مئتاني وسبعة شجيرة لاحظوا جيداً ثم أبناء ماذا نكتب؟ نكتب عنوان يعني الإجابة النهائية نقول عدد شجيرات الكرز غير المتضررة هي هو هذا العدد كم هو يا أبناء؟ إنه مئتان نكتب هنا مئتان وسبعة ماذا؟ الوحدة هي شجيرة يا أبناء لأن الأمر متعلق بالشجيرات وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نردي ليصلكم جديداً باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته